بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أم الطاهرين أم العباس وأخوته الميامين حليلة أمير المؤمنين فاطم أم البنين ورحمة الله وبركاته لقد خدم الحسين عليه السلام كثيرون ولكن الذين لمعت أسماءهم في سماء الحسين قلة أولئك المحبون حقا بعيدا عن الرياء وعن ما تعطيه الدنيا للمشهورين ففضلوا البقاء مع الحسين وتمتعوا ببركات الحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة فصاروا مجموزا تتكلم بهم الناس حتى بعد رحيلهم فهذا كاظم المنظور الكربلائي وذاك حمز الصغير وهذا الشيخ الوائلي وذاك عبد الزهر الكعبي وغيرهم كثير واليوم يسعدنا ويشرفنا أن يكون بيننا خادم الحسين المبدأ الذي أحببناه وأحبه أولادنا والذي كرس نفسه لخدمة أبي الأحرار ورمز الثوار والد الأئمة الأطهار أبي عبد الله الحسين عليه السلام أقصد به الحاج نزار القطر حاج نزار بجيته اليوم شرفنا وبمسجد أهل البيت وبشعري تحفنا حبينا اللي أطم وياك حتى قبل ما نشوفك ومنشفناك زاد الحب وحب حسين يجي معنا نيال الخدم لحسين اللي هو صاحة الصياحة يشفع للأمير هناك ويشهد له أبوه سكنه ولا تنسانا ذاك اليوم وكل من بلتهي بروحه بس الخدم أهل البيت ذاك اليوم يتهنم بس الخدم أهل البيت ذاك اليوم يتهنم أهلا وسهلا بخادم الحسين الحاج نزار القطر نستقبل بالصلاة على محمد وعالي محمد الله مصلي على محمد وعالي محمد الله مصلي على محمد وعالي محمد الله مصلي على محمد وعالي محمد لتعجيل فرج مولانا وصاحب العصر والزمان الله مصلي على محمد وعالي محمد الله مصلي على محمد وعالي محمد الله مصلي على محمد وعالي محمد وعالي محمد الله مصلي على محمد وعالي محمد الله مصلي على محمد وعالي محمد الله مصلي على محمد وعالي محمد يبدأ أفترك عنواني قايا حسينك في الصاوة وانا عدي قايا يبدأ أفترك وانا عدي قايا يبدأ أفترك عنواني قايا حسينك في الصاوة هذا أمري والأمر للمرجعية هذا أمري باللطم والبندقية 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 لا فرق بين المنابر والسواتر لا فرق بين المنابر والسواتر أنا جندي وما أنا قش بالأوامر باللطم والبندقية شفي حاضر باللطم والبندقية شفي حاضر قبضة الزنجيل والأخم السوية باللطم والبندقية هذا أمري والأمر للمرجعية هذا أمري باللطم والبندقية هذا أمري والأمر للمرجعية هذا أمري باللطم والبندقية حوزوي من البداية للنهاية بالجوامع بالمواضع ذو دراية أنا في سوح الحرب أدرس كفاية أنا في سوح الحرب أدرس كفاية وما أخذ المنهاج لحدود المنية باللطم والبندقية هذا أمري والأمر للمرجعية هذا أمري باللطم والبندقية باللطم والبندقية هذا أمري هذا أمري والأمر للمرجعية هذا أمري باللطم والبندقية أمري شاجوري برصاصات العقيدة وكتب بصدر العدافات القصيدة بمستهل هيصيح صادر غير عيدة بمستهل هيصيح صادر غير عيدة ونصيح بصوت خاتم للزجية باللطم والبندقية هذا أمري هذا أمري والأمر للمرجعية هذا أمري باللطم والبندقية هذا أمري والأمر للمرجعية هذا أمري باللطم والبندقية رتبتي تاج وفخر كل المراتب كون تفهم هالدواعش والنواصب أنا خادم أنا نائب خادم بكل المواكب أنا نائب خادم بكل المواكب وأنا الأمر بالخدام العسكرية بالأمر والبندورية على أمري والأمر المرجعية على أمري رتبتي تاج وفخر كل المراتب كون تفهم هالدواعش والنواصب للشاعر علي العابدي أنا نائب خادم بكل المواكب أنا نائب خادم بكل المواكب وأنا الأمر بالخدام العسكرية بالأطوم والبندقية على أمري والأمر للمرجعية على أمري بالأطوم والبندقية على أمري بالأطوم والبندقية على أمري والأطوم والبندقية على أمري بالأطوم والبندقية على أمري والأمر للمرجعية هذا أمري بالأضم والمندقية أنا خادم ويخدم رهن الإشارة وبين هاي وهاي أخذ مني الإمارة أقف على الماء بوقات الزيارة وأقف على الماء بوقات الزيارة وأقف على النار بوقات الحمية وأقف على النار بوقات الحمية بالأضم والمندقية هذا أمري والأمر للمرجعية هذا أمري بالأضم والمندقية هذا أمري والأمر للمرجعية هذا أمري بالأضم والمندقية أسأل الله تعالى بفاقمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن يقضي أحوائجكم ويشافي مرضاكم يسر أموركم يرحم أموراتكم وأسأل الله تعالى بمحمد وآل محمد أن ينصر الحشد الشعبي والمجاهدين في العراق في اليمن في البحرين في لبنان في سوريا في أشارق الأرض ومغاربها أسأل الله تعالى أن ينصرهم على من ظلمهم ومن ظلمنا بفضل الصلاة على محمد وآل محمد الله صلي على محمد وآل محمد خوية يا عباس يا رفعة الراس لسان حال زينب سلام الله عليها تتكلم مع أخيها العباس طبعا أخوها وبالفضل العباس هو قائد هو كان قائد المعسكر هو كان حامل اللواء في كربلاء خوية يا عباس يا رفعة الراس ما قصروا جنودك فلن جنود العباس ما قصروا جنودك وفّوا إلي عهودك يا رفعة الراس يا رفعة الراس إن شاء الله تجاوبني وتساعدني بالجواب إن شاء الله يساعدك أبل فضل العباس ويقضي حواهجا بني وآخره خوية يا عباس يا رفعة الراس خوية يا عباس يا رفعة الراس ما قصروا جنودك وفّوا إلي عهودك وفّوا إلي عهودك ما قصروا جنودك وفّوا إلي عهودك يا رفعة الراس يا رفعة الراس خوية يا عباس يا رفعة الراس يا رفعة الراس خوية يا عباس يا رفعة الراس ما قصروا جنودك وفّوا إلي عهودك ما قصروا جنودك وفّوا إلي عهودك يا رفعة الراس يا رفعة الراس خوية يا عباس خوية يا عباس خوية يا عباس يا رفعة الراس ما قصروا جنودك وفّوا إلي عهودك يا رفعة الراح يا رفعة الراح خويا جيت الحضرتك من كبري شايل الفخر أسهر وياك الحلاف السهر في وجود الكومر عاش وجنودك يا خوك وكفى وبسوح الظفر تشهد أمر لي الصمود ومعركة جوف الصخة خاضوا ملاحيم داس وجماجم ابتوا إلي وجودك وفوا إلي عهودك ابتوا إلي وجودك وفوا إلي عهودك يا رفعة الراح خويا يا عباس خويا يا عباس يا رفعة الراح خويا يا عباس ما قصروا جنودك وفوا إلي عهودك ما قصروا جنودك وفوا إلي عهودك يا رفعة الراح يا رفعة الراح أول المأساة قبضي كانت وحضروا إلي زلزلي يا شام صاحب يا عقيل الدلي كرة عيوني بعزمهم غير دمهم يسطي لي أنا قولم جلمة وحدة ونعم شيعة علي أنا قولم جلمة وحدة ونعم شيعة علي قولم جنودك وفوا إلي عهودك كان أنظر بزنودك وفوا إلي عهودك يا رفعة الراح خويا يا عباس خويا يا عباس يا رفعة الراح خويا يا عباس يا رفعة الراح خويا يا عباس خويا يا عباس خويا يا عباس وخ منك بالشجاة ويسحك دروب الخطر خازم النيران جفه وسيفه يسليهم سقر غيره وبساله وقد الكفاله غيره وبساله وقد الكفاله وتوارثوا صمودك وفهوا إلي عهوده وتوارثوا صمودك وفهوا إلي عهوده يا رفعة الرأس يا رفعة الرأس خويا يا عباس خويا يا عباس يا رفعة الرأس ما كسروا جنودك وفهوا إلي عهوده ما كسروا جنودك وفهوا إلي عهوده يا رفعة الرأس يا رفعة الرأس يا رفعة الرأس قبر يشهد راح جم عباس نجلب لا إيده كلها يا عباس من كصورة تعكز هالسيني حتى داعش صاح يا طاريخ شو فهمني زيه قل لي جم عباس فأقل جابت أم البني وقفوا لي حراس كل احنا عباس وقفوا لي حراس كل احنا عباس ما قال فو عودك وفو إلي عهودك يا رفعة الرأس يا رفعة الرأس خويا يا عباس يا رفعة الرأس خويا يا عباس يا رفعة الرأس ما قصروا جنودك وفو إلي عهودك ما قصروا جنودك وفو إلي عهودك يا رفعة الرأس يا رفعة الرأس يا رفعة الرأس قمري يشهد طحجة خباس لجلق لا إيدك كلها يا عباس منك الصورة تعكزها الزيني للشاعر عمر فاروق البدراوي حتى داعش صاح يا تاريخ شو فهمني زين قمري يشهد طحجة أم البني كلي جاب عباس فقط جابت أم البني وقفوا لي حراس وقفوا لي حراس كل إحنا عباس وقفوا لي حراس كل إحنا عباس ها خلفه وعودك وفو إلي عهودك ها خلفه وعودك وفو إلي عهودك يا رفعة الرأس يا رفعة الرأس ما قصروا جنودك فتفوي لي عهودك ما قصروا جنودك فتفوي لي عهودك يا رفعة الرأس يا رفعة الرأس أخو يا عباس بجنودك والله حقك تفتخر صالة وبإسم العقيد وضح على ورود العمر أنا أشهد سور صار وحرس وحدود القبر رأيتك أرس بإيدك رفت بجرف النصر فرق وكتايب بدر وعصائب فرق وكتايب بدر وعصائب جود السرى يا زودك وفو لي عهودك جود السرى يا زودك وفو لي عهودك يا رفعة الرأس 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 أخويا بجنودك شجاعة ومنك أخذوا كل صفة أنا وبكبر عرفتكم كمتش مريحة وفا يا رفعة الرأس أيدار يا عيب أيدار يا عيب يا الله يا ربي انصور الحجم الشعبي يا الله يا ربي انصر الحجب الشعبي يا الله يا ربي انصر الحجب الشعبي خي هذا الحجب رفعت رياس مذهولة بكل الناياس شاي اللي وحي العباس وعلى الويفة بتربي يا الله يا الله يا ربي انصر الحجب الشعبي يا الله يا ربي انصر الحجب الشعبي هذا الحاشد رفعت رياس مذهولة بكل الناياس للشاعر عمر فاروق البدراوي هذا الحاشد رفعت رياس مذهولة بكل الناياس شاي اللي وحي العباس شاي اللي وحي العباس وعلى الويفة بتربي يا الله يا الله يا ربي انصر الحجب الشعبي وعلى الله يا ربي انصر الحجب الشعبي خي هذا الحاشد رفعت رياس مذهولة بكل الناس شاي اللي وحي العباس شاي اللي وحي العباس شاي اللي وحي العباس وعلى الويفة بتربي يا الله يا ربي انصر الحجب الشعبي يا الله يا ربي انصر الحجب الشعبي شاي اللي وحي الكافي ولواحد الواحد التي عادة شي اللي وحي الكافي ولواحد التي عادة جيش الحوسى في الباصل جيش الحسن بالباسر اشهد صمو الحرب يا الله يا ربي انصر الحج الشعبي يا الله يا ربي انصر الحج الشعبي اي من صاح صوت السيد كما توفقهم ترعي لجل الوطن استشهد لجل الوطن استشهد صوت الرأس خيلبي يا الله يا الله يا ربي انصر انصر الحج الشعبي يا الله يا ربي انصر الحج الشعبي اي من صاح صوت السيد كما توفقهم ترعي لجل الوطن استشهد لجل الوطن استشهد صوت الرأس خيلبي يا الله يا الله يا ربي انصر الحج الشعبي انصر الحج الشعبي حج الشعبي عشد الغيال نادى والسيد بالحيا لبيك مبس رجال حتى طفل ما ليحب يا الله يا الله يا ربي انصر انصر الحشب الشعبي يا الله يا ربي انصر الحشب الشعبي في شعب العراق تعذيك والحالة تنقر يا عرايا جاهله تكفل زيناب اخذي العادو والغرب يا الله يا ربي انصر الحشب الشعبي يا الله يا ربي انصر الحشب الشعبي في شعب العراق تعذيك والحالة تنقر يا عرايا الشاعر عمر فاروق البراوي جاهلتك من زيناب جاهلتك من زيناب اخذي العادو والغرب يا الله يا ربي انصر الحشب الشعبي يا الله يا ربي انصر الحشب الشعبي ان مشاراتعيني اخذي الجلي ومشي الارهاي سالمت رجعك الشارب عين أمه ضلت تربي يا الله يا ربي انصر الحجب الشعبي يا الله يا ربي انصر الحجب الشعبي يا الله يا ربي انصر الحجب الشعبي انصر الحجب الشعبي اللهم اصل على محمد الوهج محمد بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضر إذا دعاه ويكشف السوف أما يجيب المضر إذا دعاه ويكشف السوف أما يجيب المضر إذا دعاه ويكشف السوف لتحجيل الفرج للاهي يا حبيد بحق محمد ويا علي بحق علي ويا فاطن بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الأحسن بحق الحسين وبحق تسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذ الكفار والمنافقين اللهم انصر من نصر الدين إلهي بمحمد وآل محمد اقضي حوائج المحتاجين يسر أمورهم شافي مرضاهم ارحم أمواتهم اغفر ذنوبهم إلهي بمحمد وآل محمد وفق شبابنا استر عمامناتنا إلهي بمحمد وآل محمد طالبية ذرية ارزمهم ذرية صالحة وآلية لأمير المؤمنين إلهي بمحمد وآل محمد وفق علماءنا ومراجعنا العظام إلهي بمحمد وآل محمد انصر الحشد الشعبي انصر المظلومين في اليمن في العراق في لبنان في سوريا في البحرين في الأحساب في مشارق الأرض ومغاربها هؤلاء الذين يذوجون عن ثلور المسلمين هؤلاء الذين يدافعون عن المقدسات يدافعون عن الطائفة إلهي انصرهم على من ظلمهم ومن ظلمنا إلهي بمحمد وآل محمد المؤسسون لهذا المجلس نقفل إلهما أعمالهم إلى رواح أمواتهم وأمواتنا وأموات المستمعين والحامرين ومن مات على الإيمان رحمه الله ومن يبروا الفاتحة محصل الله مصدر على مرحب وعالي محبرة